أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد ودائما ما بيكون برنامج صباح الرياضية بكافة الأندية وينما كانت بكافة محافظاتنا الأردنية الحبيبة وبنرجع وبنحكي كل عام والجميع بألف خير يعني أيام جميلة عم بنمر فيها إن شاء الله بالنسبة للعديد من الإنجازات على مستوى الوطن لأنديتنا الأردنية وأيضا أنديت محافظاتنا الرائعة عموما اليوم معنا وبشرفني يكون معنا رئيس نادي حسبان الرياضي السيد ياسين عواودة أهلا وسهلا فيك نورتنا سيد ياسين وأيضا السيد محمد البراري أمين صندوق النادي أهلا وسهلا فيك نورتنا صباح الورد لألكم حسبان ما دبا إحنا منحكي طبعا مش المفرح هي حسبان نعور نعور أقرب لما دبا أقرب لما دبا أو لعمان حتى بعيدة عن المفرأ أهلا وسهلا فيكم نورتنا والبداية معك سيد أكيد رئيس النادي سيد ياسين تحدث أكثر يعني اليوم عم نحكي عن نادي حسبان الرياضي خبرنا عنه أكثر نادي شباب حسبان تأسس عام 1995 طبعا الهيئة التأسية كانوا 50 شب جامعين بعدها بلش النادي بعضاء الهيئة العامة 350 شخص وأعضاء هي إدارية تسعة أشخاص النادي يعني موجودات النادي موجودة في 15 دلم ما شاء الله على أرض للنادي هاي عليها مباني النادي عليها ثلاث مباني تقريبا صالة ألعاب داخلية ومكاتب بالإضافة لصالة محاضرات ثقافية لأنه فيه بالنادي يعني هو نادي رياضي ثقافي اجتماعي ثقافي اجتماعي مية بالمية عسل النادي فيه ملعب كرة قدم طبعا هاي كل هاي اللي سوتها واللي عملوها أمانة عمان يعني أمانة لما كانوا في منطقة ناور الملعب كبير يعني ملعب طبيعي العشب ولا ترتاعة طنعي مضاء طبعا بالإضافة ل بالإضافة ل فيه باس منحة من سيدنا الله يطول أمر الله يطول أمر يا رب الأنشطة النادي في الباقي الأندي يعني نشارك بالدوري من 1995 ثلاث فرق اللي عمان شاء الله درجة ثالثة وثانية احنا صرنا ثانية و بعد رجعنا الثالثة النادي شارك فريق أول وفريق ناشئين سن 15 و سن 17 أنشطة النادي الثانية الثقافية فيه مهرجان سنوي للنادي مهرجان فني ثقافي برعاية وزارة الشباب وزارة السياحة كانوا يشاركوا معنا ممتاز يرعاوا وزير السياحة وزير الثقافة كمان رعا أكثر من مهرجان فيه امسيات شعرية فيه محاضرات دولة عبد الرفرود حاضر عندنا بالنادي بالإضافة إلى شخصيات من المكافحة مخدرات توعوية جلسات توعوية يعني هاي أغلب نشاطات النادي ما شاء الله عليكم يلتكم ألف عاق لكنه نادي أيضا سيد محمد بيخدم يعني ما شاء الله جمهور كبير جدا طبع قديش الخدمات يعني كم الناس اللي بيجوا عن نادي بتقدمو لهم الخدمات الأعداد كيف بتشوفها الأهالي للمنطقة كيف بتشوف تعاونهم معكم تعاونكم معهم خبرنا أكثر والله الحمد لله رب العالمين احنا في لوانة عور قضاء حسبان تعرف هو النادي الوحيد اللي ممكن الشباب بيجوا مارسوا فيه جميع حواياتهم الرياضية بس أنا كوني أمين صندوق يعني هم نهم جميع الأندية اللي هو الدخل المالي صحيح يعني مش مقتصر على نادي حسبان لا والله معظم من كافة الأندية بس اللي ريحنا أنه كل ما علينا دولار ممتاز يعني صفر مدجونية ولكن بحاجة للطور وحالكم أكبر قيمة مليون دينار مع مباني زي ما حكى رئيس النادي سعاد تلخف أبو سمير بس حنا نطمح من الشركات الموجودة في قضاء حسبان والوان عور أنها تدعم والدعم هذا بالنائب يجي للشباب صحيح إحنا قاعدين من جيابنا ندفع يعني كنا شغالين عقارات بس قاعدين ندفع وندعم منها وزار الشباب شو تعملنا جوز 2000 دينار سنوية و1500 كوني أمين صندوق لو تسأليني كم الصندوق يعني ما بتغطي كهرباء شهرية لا والله ولا الباص ولا السائق الباص ولا حارس بس إحنا شطيرين مرات نجمع مرات بنروح على مودي الشركة كذا كذا بس في يعني مش مش زي ما بدنا وأنا دايما بحكي دعوة لرجال أعمال المنطقة ياريت إنهم فعليا يعني منطقتكم أولادكم أربعين شركة بلوانهم أربعين شركة صحيح نعور ولا راسها شركة الدخان صحيح 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 ما أقول والجامعة ألمانية ما فيه لا إن شاء الله إنه تكون فيه لأنه فعليا إحنا بحاجة كمان للشباب يتجمعوا على خير على ثقافة على نشاطات اجتماعية وتطوعية وأيضا على نشاطات رياضية وهذا الشيء اللي إحنا بنحبه 600 شخص عم بيجي أكتر من 600 شب عم بيستفيد من خدماتكم كمان نعم سعادتك نعم أحنا يعني الشباب استمرار ترى من نادي فيه أكثر من يعني نشاط بالنادي يعني فيه فيه الشباب يوميا فيه فيه بطولات رمضانية فيه بطولات تينس فيه بطولات بلياردو تينس بلياردو وكرة قدم كمان فيه لنا كمان بالإضافة لللياقة البدنية فيه لنا كمان صالة فيها أجزة لياقة بدنية لسيدات المجتمع آه ممتاز هاي هاي رجال سيدات بس السيدات بس للسيدات بس احنا متحزين للسيدات فهاي الأجهزة يعني كلفتنا في دود العشر تلاف دينار طبعا والآن هي بصراحة بحاجة لشوي صيانة اللي وقفناها ولا كانت سيدات المجتمع يعني ما شاء الله عنا احنا الصحيح عنا مشكلة رئيسية اللي هي تحت كرة القدم احنا تحت كرة القدم كنا نشارك فيه من 1995 لغاية أول عام أول عام منعون نشارك إلا بعد الترخيص الترخيص فيه 17000 دينار غرامة هذولا نتيجة اعتداء على حكام الدوري هذا لاعب خالف هذا هذا أنذار وخلفات مختلفة يعني ستسوون 17000 دينار ومنعون نشارك حتى بالناشئين يعني أنا قبلت جزل ست سمر نصار قلت لو تسمحونني بالناشئين شارك لأنه أنا عندي بحدود ثلاث فرق ناشئين حسا الآن قاعدين جاهزين يتدربوا هذا يعني لو نشارك فريق فريقين منهم وقالت إن شاء الله كلهم ذكور ولا في عندكم نادي سيدات كمال لا سيدات ما في نحن العجال بعد السيدات ما وصلون أما الناشئين ما شاء الله عدد كويس وفي منهم قاعد يلعب عندي طبعا يعني المنطقة بتخرج أجيال وبتخرج أنا في عندي ابن يلعب نادي السلط ولعب منتخب شباب وفي ابن أخوان الاثنين يلعب بواحد بالفيصري وبالجزيرة يعني يعني لعيبة ما شاء الله كويسين قاعدين نعم باعت العيم كويسين فإحنا يليت يعني اتحاد كرة القدم يسمحنا شارك يعني لدينا 17000 دينار صحيح إحنا الدعم زي ما حكى عمين الصندوق الدعم 1500 دينار إذا طارت 2000 دينار من وزارة الشباب سنويا إحنا كهربة سنويا ترى 1500 دينار يعني راحت راحت غير ديزل باس غير سايقل باس غير هو رواتب شهد يليت يعني اتحاد كرة القدم يعني هالأندي اللي مثلي يعني على الأقل اسمحوا شارك بالناشيين ما بدنا نحن الكبار بلا يشاركوا يعني خليهم محرومين حسب يقول نظام الفيفا وإذا الشي فيليت يسمحون نفسنا 17000 منين بدن نجيب 17000 صحيح صحيح يعني حتى إذا بدك تدعم نادي اللي بدك تلمه بدك تروح عشان تدفعه بدل غرامات نعم بدل ما تدعم فيه شباب النادي وهن بنرجع وبنحكي يعني مثل يعني إحنا دائما بنحكي أنه الناشئين هم الجيل القادم لمنتخبنا لأنديتنا هم الرافض الأساسي والمناطق بالمحافظات تعم بتخرج نجوم للدوري لأيضا كل لاعبين المتخباب للمحترفين وما إلى ذلك وممكن أنتوا تكونوا يعني مشروعكم القادم ما بعرف أنه هيك يعني تخرجوا شباب تتبيعوهم يعني يصير زي استثمار الثانية صحيح نعم فعشان هيك أنتوا بحاجة أنه تكونوا بالدوري كلامك صحيح نحن طالب يعني من سموه الأمير علي وهظول الهاشمين عودون على تسامح مع جميع الناس هظول أهل عدل الهاشمين فأنه هنا سيسويت عاطفة ع بعض الغرامات اللي ما بتأثر بتأثر على الشباب ما بتأثر يعني على الاتحاد يعني قصدوهن الشغلات هي هيك أما هم محروم 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 من خطأ واحد بالجمهور يتحمل النادي اللي حصل وديحنا مهتمين بالفئات العمر بأي موسم تم الحرمان قبل أربع سنوات أوه يعني فترة فترة أيام الله سيكبت الأحمد فيصل الحكم أيو ما شاء الله علي يعني من الفضل حكام لأينا دائما بنحبك نقرب وجهات النظر كمان والبعيد عن العين بعيد عن القلب زي ما بيحكوها فكنا يعني عشان هيك حبينا أنه كمان نحكي عن القضية وأنه أنتوا فعليا على الأقل تقصيد بحاجة تقصيد يأخذوا دلم أرض نعطيهم دلم أرض من النادي يعني بأجلوا المهم نرجع يعني نكون موجودين على الساحة الرياضية نخرجوا نحن 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 لو بس الناشئين يعني نحن 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 لغاية الآن مهتمين بالفئات العمر يحثروا في حرمان لأنه هذا جيل حرام يعني ينتكس بدل ما يروحوا لا أماكن ثاني لا يجوا يحمي بلدنا يا ربي تحت ضل القيادة العاشمية آمين يا رب سيدنا بحسين يا رب ساعدتك الأعمار الناشئين اللي عندكم شو هي الأعمار الأعمار 17-15 17-17 لغاية 18 عندي الأعمار موجودة وفي لعبين كويسين كثير يعني قاعدين نبعث لعبين على نديل في لعبين صغار الهسة راحوا على الجزيرة وفيصل وعلى الشباب ما شو عندكم هيك نشاطات قادمة لأدام إحنا فيها إن شاء الله بدنا نعمل أكاديمية أكاديمية للناشئين بالتعاون مع النادي وفي ناس راح يرحي المهرجان إن شاء الله هاي إحنا المهرجان السنوي هذا مهرجان نادي اللي خبرتني عنه اللي هو السنوي هذا كان كان وزارة السياحية تعاونه معنا وزارة الشباب وزارة الثقافة برضو كانوا يرؤوا أكثر مرة والنشاط إن شاء الله شغال بس أكثر شيء الأمانة يعني إحنا عندنا يعني الناس كلهم متجين كرة القدم يعني اللعبة الشعبية الأولى فأكيد كرة الطاولة برضو إحنا اشتركنا فيها والسنة هاي كتبنا كتاب مشان نشترك بكرة الطاولة في عندنا لعبين كرة الطاولة حسب البطولات الشعبية اللي يصير عندنا بليارد وتنس وهذا فإن شاء الله خير إن شاء الله يا رب كل التو فيه أكيد وإن شاء الله يا رب هيك بدي منكم كلمات أخيرة يعني إذا ما في عندكم أي طلب إذا في عندكم أي شكر بتحبوا اتأدموا أيضا بنتشرف ببرنامج صباح الرياضي عندك ساعدك كل الشكر إليكم إذا إلنا واجبنا هذا برنامج وهذا هدية حبوا يعني يهدوا برنامج المجلة الرياضية بما أنه أخذ جائزة قبل أسبوعين فحبوا يهدوا كمان هاي الهدية نادي الحسبان أكيد وإنت ويعني إحنا الدكتور ليث ترى يجي عندنا عن نادي العلم وما رجع عادها ما عاد هاي على الهوى دكتور ليث يجي عندنا وحضر عندنا نشاطات وهذا بس بعدها ما يجع يعني بعثنا له أكثر مرة بس بس لازم يجي إن شاء الله إن شاء الله بشكر ثاني حابب الدأدم إن شاء الله أبدا إحنا واجبنا هذا برنامجكم دائما سيد محمد نشكركم على الاستضافة وبارك الله فيكم واجبنا تحفظ الأردن وملك الأردن وعم السلام بكل العالم يا رب العالم يا رب وإن شاء الله اليوم صوتكم يكون مسموع بإذن الله تعالى تحياتنا لأهالي المنطقة اللامنة فردا فردا ولكل الشباب اللعيبة عندكم وإن شاء الله موفقين كمان بالطاولة الفتحات القادمة وكل النشاطات الرياضية والاجتماعية